فشل جديد يضاف إلى سلسلة طويلة من المشاريع الفاشلة والمتلكئة التي يعلن عنها ولا تجد لها منفذا إلى أرض الواقع بل تستنزف خزينة الدولة دون طائل ما يعد دليلا واضحا على ضعف التخطيط وغياب الاستراتيجية مراقبون وناشطون أكدوا أن توقف العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية بعد إنفاق الاستثمارات المطلوبة هو بمثابة ضياع للجهود والأموال مشددين على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا التخبط الإداري والعمل على تنفيذ مشاريع تخدم المواطن العراقية بعيدا عن التلاعبات الإدارية والسياسية ويعكس مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية إخفاق حكومات ما بعد عام 2003 في إتمام المشاريع الحيوية التي تلامس حياة العراقيين وما زالت هذه المشاريع تصطدم بعراقل إدارية ومؤسسية وافتقار إلى التخطيط والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنذ أكثر من عام أعلنت وزارة التجارة إطلاق مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية في عدد من المحافظات لكن هذا المشروع لم ينجز لغاية الآن فيما يؤكد اقتصاديون أن المشكلة الأساسية في المشاريع الوزارية والحكومية هي التوقف عند المنتصف دون إكمالها سواء في البطاقة التموينية الإلكترونية أو غيرها وعلى الرغم من الطموحات التي صاحبت الإعلان عن البطاقة التموينية الإلكترونية إلا أن تعثر هذا المشروع وغياب الاستعدادات الحقيقية لتنفيذه أثار جدراً واسعاً في العراق في وقت تعاني فيه البلاد من نقص الموارد وانعدام الثقة في تنفيذ المشاريع ويرى مراقبون أن العراق لا يزال بعيداً عن تطبيق الأتمتة الإلكترونية مشيرين إلى العقبات الكبيرة التي تواجهها حكومة الإطار التنسيقي في توفير أجهزة حديثة وتدريب الكوادر البشرية لتنفيذ هذه المشاريع ولا يعد هذا الفشل مجرد تعثر في مشروع واحد بل يعكس أزمة أعمق في قدرة الحكومات المتعاقبة على ترجمة يعودها إلى واقع فعلي ما يترك المواطنين في دائرة من الإحباط والضياع متسائلين عن مصير مشاريع تطلق ولا تكتمل وكأنها شاهد صامت على التحديات التي لا تزال تلاحق العراق بعد عام 2003